قبل ما أبدأ، أنا بس سألت دكتور أشرف إن أنا أتكلم أو إننا نتكلم أنا وزميلي عشان يعني يعني نعرفكم التجربة إن إحنا ناس واخدين المنح دي وفي الجامعة ومتطمنين إزاي وبرضو عايز أقول إن دكتور أشرف منصور ودكتور ياسر حجازي لما تكلموا على التعليم في الجامعة وعلى إنه أحسن تعليم في مصر وعلى إنه بيضمن مستقبلكم بعد كده سنين كتير هم فعلا ما كانوا بيبلغوا خالص خالص إحنا في وسط مشكلة كورونا اللي جات أثرت على البلد كلها حرفيا وعلى الجامعات كلها تقريبا أنا كنت الوحيدة اللي في زميلي من الجامعات اللي بره اللي ماشي ببروتوكول معين وماشي أونلاين وامتحاناتي فعلا مقياس جدا وكانت الكليء يعني الجامعة معدتش الموضوع كده أول بقى حاجة في الكلمة بتاعتي هتكلم عنها هي علميا إن الجامعة فعلا 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 سطوف بتاعها حاجة محترمة جدا 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 وإحنا بندخل الليكتشرز بنفهم فعلا من الدكاترة وبنستفاد من المادة العلمية لنفسنا إحنا وحياتنا زي ما بنستفاد بها في الجامعة والتي إيس كلهم فعلا معانا والأوفيس آورز بتروحوا بتسألوا الناس اللي انتو مش فاهمينه وفعلا فيه تعاون كبير جدا منهم والكلية طبعا زي ما دكتور أشرف منصور قال معتمدة وفي العالم كله انتواخد شهادة محترمة جدا تاني حاجة أمنيا سواء الناس اللي في القاهرة أو اللي مش في القاهرة هيبقوا في السكن الموضوع مؤمن جدا جدا أنا حصلي شخصيا يعني تلت مشاكل صحية ومنهم مشكلة وفاة جدتي لقيت مشرفين جنبي ولقيت ناس وديتني المستشفى وفضلت معايا هناك لحد ساعة واحدة واثنين بالليل ما سابونيش خالص اجتماعيا هتقابله في الجامعة ناس من كل الثقافات وفعلا كل واحد لي حضرتوا مبادئوا كل حاجة فالمفروض ان احنا بقى نحترم بعض وكمان انتو كطلاب السكولرشيبس بتوعستنادي 52 داش ان انتو تبقوا مع بعض عشان تساعدوا بعض فأي حاجة حدي فيكم ما يعرفهاش كمان تعملوا جروب على الواتساب وانحنا هنبقى معاكم هنديكم المابس والبلانز وكل حاجة تساعدكم ان انتو تبقوا فاهمين انتو بتعملوا ايه في الجامعة اخر حاجة ومعليش طولت عليكم هي الترفيه الجامعة فيها كلبس كتيرة جدا بتدخلوا تشاركوا تنمية بشرية وموسيقى ورياضة وكل حاجة وملاعب والترفيه برضو يعني على اعلى مستوى فهي انتو فعلا جيتوا المكان الصح اشتركوا في القناة